تكشف معلومات جديدة عن وثيقة تعاون استراتيجية لتطوير أعمال التأمين على المركبات التي وقعتها مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك الإدارة العامة للمرور وقد تضمنت الوثيقة تولي الإدارة العامة للمرور تفعيل ضبط مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين بشكل آلي وذلك من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها وفي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقا بأنظمة المرور على المركبة وقت ارتكاب المخالفة يقوم نظام المرور آليا بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت عنوان عدم وجود وثيقة تأمين كما وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين بالاستمرار في منح أصحاب القيادة الآمنة خصما يصل إلى 15% لفترة استثنائية أخرى وذلك لمدة 6 أشهر ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة وذلك من تاريخ الطلب